اليوم رح نتكلم عن حروب أسبابها غريبة ونتائجها أغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي دنيا العجائب اللي بنتكلم فيها عن أغرب المعلومات وأطرفها داخل الكرة الأرضية وخارج الكرة الأرضية لو عجبك العنوان خليك معنا للآخر أهلا وسهلا فيك شرفت القناة أول معرك معنا المعرك الوهمية التي حصلت في نورماندي في فجر يوم 19-8-1942 قامت القوات الكندية والبريطانية بمهاجمة مرفأ دياب في مقاطعة نورماندي والذي كان يسيطر عليه الجيش الألماني علشان يهزم ألمانيا وذلك للتمهيد لليوم الذي ستتم فيه المحاولة الحقيقية للاستلاء على شاطئ نورماندي هذا الهجوم كلف الحلفاء ثمن غالي فقتل من جنودهم أكثر من 3600 وهم كلهم أصلا 6000 يعني أكثر من النص طيب حرب عادية وجيش هجم على جيش وواحد فاز والثاني خسر إيش الغريب في الموضوع؟ أنا جاي يكفي الحكي في نفس المكان في نفس اليوم في نفس الشهر قبل 9 سنوات بالضبط في يوم 19-8-1933 ما كانت الحرب لسه بدأت وكان فيه هناك سيدتين إنجليزيتين بيستمتعوا بشمس الصيف في هذه المنطقة الشاطئية الجميلة صحيوا هذول السيدتين كانوا نايمين في فندق فصحيوا على صوت إطلاق نار وفجأة سمعوا صوت جيشين بتحاربوا وصوت طلقات المدافع وصوت الدبابات بتهدر قدام الفندق وصوت ناس بتسرخ وناس بتتوجع وناس بتموت وناس بتنقذ في بعض وناس بتهجم على بعض استمرت أصوات المعركة ثلث ساعات متواصلة وفجأة هدأت كأنها لم تكن سكتت فجأة فتحوا الشباك طلعوا برا يمين يسار ما في ولا جندي ما في ولا دبابة ما في ولا آلية ولا مدفعية ولا حاجة سألوا الناس اللي في الشارع انت سمعت إيشي قبل شوي قالوا لهم لا اليوم حلو والأجواء صافية والجو هادي والبلد كلها هادية وما فيش صوت لعصفور حتى سألوا صحاب الفندق سألوا نزلوا على الشارع مسكوا الناس واحد واحد ما فيش حدا سمع هاي الأصوات اللي هم الثنتين فراحوا إلى أقرب مركز شرطة وقاموا بالإدلاء بأقوالهم طبعا مع أنه الضابط اللي فتح المحظر فكرهم مجنونات واعتبر هذا الكلام فيش فيه أي جزء من المنطق إلا أنه مضطر يعبي محظر رسمي بعد تسع سنوات بالضبط حصلت هذه المعركة بين الجيشين نفسهم وفي اليوم نفسه والشهر نفسه والساعة نفسها وبنفس التفاصيل المملة اللي قالوا عنهم هذول السيدتين لا واستمرت ثلث ساعات زي ما قالوا طبعا ما ظل جمعية أو منظمة أو اتحاد في العالم يبحث في الظواهر الغريبة أو ما وراء الطبيعة أو الجن أو العفرية أو الأشياء هاي إلا وإجا على هاي المدينة عشان يبحث في الموضوع ولحد الآن ما حداش اكتشف شو السبب سنة 1325 حصلت حرب اسمها حرب دلو البلوت في هاي الفترة كانت مقسمة إلى مدن أو مقاطعات أو محافظات كل مدينة عبارة عن دولة لحالها فحصلت حرب بين مدينة بيروجيا ومدينة مدينة شو السبب دلو كان في بعض الرجال من قرية مدينة في قرية بيروجيا شافوا دلو فاضي سرقوا وهربوا فعرفوا بعض المواطنين أنه الدلو انسرق فزعلوا عليه فواحد استفز الثاني خلا يزعل الثاني استفز الثالث وفجأة صار كل سكان المدينة يطالبون بشن الحرب على مدينة عشان دلو لأن هذا بالنسبة لهم يعتبر كسر لهيبة الدولة هذا مش دلو هذا هيبتنا جامت الحرب خلصت الحرب فازت مقاطعة مدينة اللي هي أصلا كانت الحرمية في البداية واحتلت كل أراضي بيروجيا فوق الدلو أخذوا المدينة كلها وأخذوا الدلو عندهم وصار معلم من معالم المدينة التاريخية وبنوا متحف عشان يحطوه فيه ولحد اللي عم تقدر تروح وتشوفه ما كان أحسن لكم لو سمحتوهم في الدلو من أطول الحروب في التاريخ حرب الثلاثمائة سنة هي بالضبط ثلاثمائة وخمسة وثلاثين سنة نشأت بين بريطانيا وهولندا بسبب نزاع على حقوق الصيد في البحر الكاريبي راح تقول لي وين بريطانيا وهولندا وين البحر الكاريبي ما هو كل دولة لها مستعمرات هناك الحرب بدأت سنة 1651 وانتهت سنة 1986 مع أن الحرب هاي تقريبا من قتلش فيها ولا إنسان إلا أنه استمرت أكثر من ثلاثمائة سنة بسبب بعض التعقيدات الإدارية والوظيفية يعني بتود إلى الواحد الورقة بعد سنتين بوقع عليها هاي كل القصة انتهت الحرب رسميا سنة 1986 لما اتفقوا فجأة أنه بدنا ننهي الحرب هاي ورقة معاهدة كل واحد يوقع وبوصو شوارب بعض وفكونا من الهبل إذا كانوا أهل مدينة مودينة أو بيروجيا اتقاتلوا على دلو في ناس اتقاتلوا على كلب حرب الكلب الضال بين اليونان وبولغاريا سنة 1925 اللي حصل أنه فيه كلب عبر الحدود من بولغاريا إلى اليونان حرس الحدود في اليونان أطلقوا النار عليه لأنهم ما كانوش عارفين هذا بين آدم والكلب الدنيا ليل فحرس الحدود البولغار قالوا لك هذول الجماعة حتى الكلب اللي بيطلع من عندنا ما بيحترموا وبحاولوا يكتلوا فصار نزاع بين الدولتين بسبب كلب بدأ بإطلاق نار محدود بين حراس الحدود من الجهتين وتطور إلى نزاع عسكري استمر أربعة وخمسة أيام لدرجة إنهم اضطروا إنه تدخل عصبة الأمم شخصياً اللي هي النواة الأولى للهيئة الأمم المتحدة عشان تنهي الحرب النتيجة كانت مجرد تسوية سلمية بدون أي تغييرات إقليمية يعني لا هذا اجتاز حدود هذا ولا هذا سرق أرض من حدود هذا لكن الحرب هي بتوريق قديش كان الوضع السياسي هش في ذلك الزمان كان كل واحد يقول للثاني صباح الخير يلاقي يحتلوا على طول أنت مستغرب من قصة الكلب في حرب صارت بسبب أذن إنسان حرب الأذن بين إيطاليا وإسبانيا والتي استمرت تسع سنوات من 1739 إلى 1748 كانت القوات الإسبانية اللي بتنظم المرور البحري لجميع السفن بتتجبر فيها السفن وبتعذبهم وبتفرض رسوم وبتفتشهم بداعي وبدون داعي وأحيانا بتحبس أو بتعذب أو بتعدم بعض الناس اللي بشتغلوا في هاي السفن خصوصا السفن البريطانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين لدرجة إنه الإسبان اعترضوا على سلع بريطانية معينة قالوا هاي وهاي وهاي ممنوع أنها تمر في البحر الكاريبي لأنه كلا الدولتين كان عندهم مستعمرات في هذيك المنطقة إحدى القضايا المثيرة للجدل واللي كانت أهم شرارة من شرارات الحرب إنه كان فيه ضابط بريطاني اسمه روبرت جينكيز هذا وقفوا هو السفينة تابعه وفتشوها وأهانوه هو الطاقن تابعه وفي النهاية قطعوا له ذانه وقالوا له ارجع لبلدك بأذن واحدة عشان تعرف أنه أنت ما بتقدر ترد على هذه الإهانة وبعد هيك تصاعد الشعور الوطني وزادت النزعة الوطنية لدرجة أنه بدأوا في حرب انتهوا بعد تسع سنوات منها بمعاهدة سموها معاهدة أوجستا في تاريخنا العربي نعرف أنه في حرب اسمها حرب البسوس قامت بسبب ناقة الحرب صارت بين قبيلة بكر بن وائل وقبيلة تغلب بن وائل يعني هم أصلا ولاد عم كان في ناقة اسمها البسوس صاحبتها امرأة دخلت مكان معين فواحد من الرجال ما عجبه وجودها في هذا المكان فقتلها فراح واحد من القبيلة الثانية قال له بتوكتل للناقة فداها رقبتك وراح طير رقبته فهذاك الثاني أخوه شافه قال له بتوكتل أخوي بدكتل لك وهكذا ودخلوا في حرب استمرت أربعين سنة بسبب ناقة طبعا هاي الحرب تقريبا قبل ألف وستمائة سنة فصعب جدا أنك تحصل خسار من الطرفين لكن يكفي أنه سببها كان غريب وتافه معركة زنجبار أو معركة التوقة تعتبر أقصر حرب في التاريخ استمرت حوالي ثمانية وثلاثين دقيقة فقط وبدأت وانتهت يوم سبعة وعشرين ثمانية ألف وثمانمية ستة وتسعين اللي حصل أنه كان السلطان الحاكم لزنجبار وهو أصلا من أهالي زنجبار موالي لبريطانيا أو خائن مع بريطانيا ضد شعبه فحاول شعبه أنه يطيح بهذا السلطان ويحط واحد مكانه منتمي للشعب وبكره الاستعمار فلما سمعت بريطانيا بهذه الحركة أو بهذه النية للانقلاب راحت بعت الجيش من البحر إلى القصر اللي هو بالضبط على البحر وأنهت هذه الثورة في ظرف ثمانية وثلاثين دقيقة فقط حرب البراقوي سنة ألف وثمانمية أربعة وستين البراقوي في تلك السنة كان رئيسها اسمه فرانشيسكو لوبيز هذا الزلمة كان مجنون بشخصية نابوليون بونابارت القائد الفرنسي المعروف وكان يحب جلده في كل إشي لدرجة أنه كان يفتعل المشاكل والنزاعات والحروب بدون أي سبب منطقي بس عشان يقوله هذا الزلمة ربح ثلاثين أو أربعين معرك في حياته هو أصلا بعد ما جرب الموضوع خسر كل حروبه مرة من المرات افتعل نزاع حدودي مع البرازيل اللي هي جنبه فلما دخل الحرب ضد البرازيل الأرجنتين وقفت مع البرازيل فصاروا دولتين ضده بعدها الأورجوي وقفت معهم فصار يحارب في ثلث جبهات في نفس الوقت طبعا إيش أكيد أنه خسر الحرب وعمل مشاكل كبيرة وعددها كثير منها النوع بدون سبب يذكر وبدون سبب مقنع في النهاية تخيل أنه قضى على 60% من الشعب البرقوياني عشان بس يخدم طموحه أنه يصير قائد عسكري يشار إليه بالبنان ويقوله عنه أنه فاز في كل معاركه أول حرب في التاريخ بين إنسان وحيوان أو بالأصح بين إنسان وطائر كان اسمها حرب الإيمو صارت سنة 1932 في أستراليا هذا طائر الإيمو موجود في أستراليا بشكل طبيعي لكن في سنة من السنين لاحظت الحكومة الأسترالية بالتحديد في ولاية غرب أستراليا أنه أعداده زادت كثير عن اللازم فقرروا أنهم يطلقوا جنود الجيش عليه على أساس يقتلوا أكبر عدد ممكن منه لأنه بدأ يخرب مزارع الناس ويخرب حياتهم اللي حصل في الأخير أنه مصار خساير من الطرفين وحيوان الإيمو قدر أنه يهرب يتخبى منهم وظلت أعداده تزيد وتزيد لكن اشتهرت هاي المعركة بأنها أول معركة في التاريخ تحصل بين إنسان وطائر وأول معركة في التاريخ يخسر إنسان الحرب ضد كائن آخر ليس إنسانا حرب كأس العالم سنة 1969 كلنا عارفين أنه كأس العالم سنة 1970 صارت في المكسيك اللي ما بتعرفوا أنه قبلها بسنة صارت حرب عشان بس نعرف مين متأهل لهاي البطولة اللي صار إنه كان في دولتين جنب بعض واحدة اسمها السلفادور واحدة اسمها هندوراس الدولتين دولتين في أمريكا اللاتينية أفقر من بعض ظروفهم أصعب من بعض وكانوا بس مستنين نكشة عشان يتقاتلوا مع بعض السلفادور عدد سكانها أكبر الكتافة السكانية أكبر فكانوا كثير من سكانها مئات الآلاف رايحين على الهندوراس وبشتغلوا فيها وبناموا فيها وسكنوا فيها للأبد فبعض سكان هندوراس زعلوا لأنه هذول الناس بحاربوهم في رزقتهم بعد هي كل بلد بعتت منتخبها إلى التصفيات لعل وعسى أنه يشارك في كأس العالم والناس تهدى نفسيتها شوي اللي حصل إنه الفريقين صارت آخر مباراة لهم في التصفيات مباراة بينهم هم الاثنين واللي بفوز بتأهل المونديال طبعا في مبارايتين ذهابوا إياب أول مباراة فازت هندوراس 1-0 ثاني مباراة فازت السلفادور 3-0 فبمجموع اللقائين 3-1 السلفادور راح تلعب في كأس العالم بعد هيك بعض الناس في هندوراس زعلوا لأنه ما تأهلوا وبعضهم قالوا الحكم مرتشي وبعضهم قالوا السلفادور دفعت رشوة وبعضهم قالوا الحكم بفهمش وبعض الناس من الجهة الثانية شافوا إنه إحنا أصلا نستاهل التأهل وكالعادة لازم الإعلام والمذيعين والفنانين والمطربين كل إنسان بيقدر يطلع التلفزيون استفزوا مشاعر الناس إلى درجة إنه الشعبين تقاتلوا مع بعض فعلا في أيام قليلة كان كل دولة نشرت جيشها على الحدود بينها وبين الدولة الثانية وبدأ نزاع عسكري فعلا وصار إطلاق نار ومدافع واستمرت لساعات أو لأيام وراح ضحيتها أكثر من ألفين إنسان وفي النهاية اللي تأهل تأهل واللي ما تأهل راحت عليها طبعا ظل التوتر قائم لسنوات بعد هاي الحرب ورجعت العلاقات شوي شوي فيما بعد اكتب لي تحت بالتعليقات شو أكثر حرب استغربتها أو ضحكت منها واكتب لي تحت في التعليقات إذا في حرب ثاني أغرب من هيك أنا نسيت أجيب سيرتها ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته